مسائل هنهاردة بقى هنفرز مع بعض الفاصولية الخضرة دي بقى اسمها فاصولية خضرة بصوا جمالها وحلوتها في ريش تعال نسمي الله ونسالها على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونجيب كمية حلوة كده من الفاصولية الخضرة وبسرعة نفرزها او نخزنها بقى الرمضان طول السنة تبقى معاك في الفليزر زي الفل وننها اخضر ولا تكتل منك تلج ولا كمان تسود ولا اي حاجة خالص حطي لايك وتعال نسمي الله ونسالها على رسول الله عليه الصلاة والسلام معايا ستة كيلو كده من الفاصولية بتنقي بقى اي ورقة اي حاجة في الفاصولية طبعا الفاصولية لازم انت يكوني جايباها فريش وعلى طول نخسلها كويس جدا حلة كبيرة او طبق بلاستيك كبير وزي ما انتوا شايفين اي ورق بقى كده بشيله بستبعده طبعا بعيد عن الفاصولية هنقع الفاصولية لمدة عشر دقايق وبعد كده اخسلها بقى بقدر وتدعكيها كويس جدا جدا وتغيري عليها كده تلات اربع مرات لغاية ما تشوفي الميا يعني عاز اقولك تتشرب كده معايا دي اول مرة اهو بعد طبعا ما حطتها وسبتها لمدة عشر دقايق تنزل كل الاتربة اللي فيها والرملة وتتعاكي باديكي بقى كويس جدا جدا الحاجة اللي لازما بنفرزها بتهتم طبعا بنضافتها وكمان بتفاصيلها لازما تكون جايبها فريش وكمان برضو ما تخليهاش عندك لا على طول تفرزيها وتروحي على طول شايلها زي ما هنعمل مع بعض دلوقتي تفضل محتفزة بقى بطعمها وكمان بلونها وتبقى جميلة جدا تيكي تطبخيها حتى بعد سنة تلاقيها نفس الطعم ونفس اللون بصوا المية بوريكم ان المية بقت زي الفل غسلت كل الكمية اللي معايا وتعالوا بقى الخطوة التانية حط لايك ولو لسه مشتركتيش معايا اشتركي عشان تشوفي كل فيديو جديد انزله اول طبعا حاجة بنشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت حاجة بسيطة خالص كده وطبعا بنقطعها بزاوية زي ما انتوا شايفين ومشاء الله الفيديو موضح نفسه طبعا الكلام ده لاخواتي وحبيبي وبناتنا الصغيرين اللي لسه بيدخلوا المطبخ يفتحوا كده الفيديو ويشتغلوا ويعملوا كل حاجة تبقى معاهم سهلة وبسيطة وعارفينها كمان لان في ناس مش عارفة ان دي اسمها فاصوليا خضرة تمام وفي ناس برضو مش بتفرق ما بين الفاصوليا والبسلة فبردو واجب علينا ان احنا نقول كل حاجة بالتفاصيل لبناتنا الصغيرين اللي لسه طبعا بيدخلوا المطبخ الجديد بصوا جمال الفاصوليا خضرة كده وفرش والله لسه جايبها كده من عند بتاع الخضار كأنك جايبها كده من الغيت رحت الغيت كده والخضرة فيها اهو جزء حتة صغيرة من فوق والجزء اللي تحت وتقطعي بقى اه اه يعني ايه بزاوية كده او سامبوكسة زي ما بسموها بقى قطعت كل الكمية تعوضي بقى تشرب كوباية قهوة كوباية شاي بلبن تروق على نفسك عوض قدام التلفزيون وقطعي كل الكمية اللي معاكي جبت حل على البتوغاز على نار عالية وضفت ثلاث معالق بس من الزيت طبعا عشان الكمية كبيرة لو الكمية معاكي قليلة نص معلقة او معلقة الزيت واحدة وتدي بقى وتشوحي كده وتقلبي لغاية ما كل الفاصولية اللي عندك تتغلف بالمادة الدهنية اللي هي الزيت وزي ما قلنا انا حطى ثلاث معالق زيت للكمية دي كمية كبيرة وقلبي بقى على نار عالية اللي مود تقدي ايه يا دودو اللي مود تدي ايه بالزبط كل الموضوع اني عندي بس بس الفاصولية تاخد كده اللون الاخضر بتفتح كل ما تقلبي فيها بتلاقي اللون هفتحي كمان اخضر اكتر وبس عندنا للتخزين طريقة بسيطة وكمان مكونين اتنين لمادة الحفظ وطبعا مدة حفظ سهل اه صحية مش مضرة زي طبعا الفاصولية اللي بتجي بيها معلبة جاهزة اوه بقلب بسرعة بسرعة طبعا انا مسرع على الفيديو لمدة بس دقيقة وبعد كده مجهزة عندي عصير لمونة هنشوف هنحطها امتى بعد ما يكون عدة دقيقة وطبعا اللمون والمادة التانية المكون التاني اللي احنا هنضيفه دي برضو مضة حفظ وطول ما انت وقفة كده تصلي على النبي كتير وتذكري ربنا عشان الحاجة تبقى وفيرة وفيها كمان طعم جميل كده سبحان الله تسمي الله وتصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعايز اقولك الحاجة بتهون وتبقى سهل عليك جدا هنقلب مش فصلة طبعا معاك خالص المقطع انا كل الموضوع ان انا مسرعه بس او عصرة لمونة عشان الكمية كبيرة ممكن نص لمونة بس وندي تقليبة طبعا انا خلاص كده طفيت النار اغلفها برضو بالعصير اللمون وكمان رشة سكر بصو على ايدي كده ونقلب وتسيبيها بقى وهعمل برضو الكمية التانية بنفس الطريقة معلقتين من الزيت يسخنوا معايا وننزل بكمية الفاصولية اللي احنا قطعناها بعد ما غسلناها وزي الفل قليبي قليبي كده بالشكل ده وبعد كده عصرة لمونة بعد ما تدفي وكمان رشة رشة سكر مش رشة ملح وما تقلقيش رشة السكر دي هتخليلك كمان السلطة بتاعتك زي العصر او الطبخة بتاعتك زي العصر بصوا بقى جمالها لازم ان تسيبيها تهدى خالص وتبرد خالص وبعد كده تبتدي تعبها في الأكياس بتاعتك وتشيلها في الفليزر على طول طبعا جبت الميزان بتاعي صديقي في المطبخ وعلى طول بوز نص كيلو كيلو لربع كيلو حسب الطبخة بتاعتي وعلى طول في الفليزر السلام عليكم